السلام عليكم بنات كديرين بخير لبس عليكم كديرين مع هذا البرد الحمد لله اشكا تعاوضوا امركم مزيانة الحمد لله البنات الله ومالك الحمد قبل ما نبدأ الفيديو كنتمنى اختي لك انتك تشوفي الفيديو ديالي الاول مرة كنتمنى تشتركي في القناة والضغط على الجرس باش يوصلك دائما لجديد ديالي وما تنسوش لي البنات المتتبعات الزوينات ديالي لايك 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 وتعليق زوين بحالكم المؤيمة البنات جبت لكم وصفة اليوم كيف ما كتعرفوا في هذا البرد يعني رجلينة وايدينة كيوليوا حالتهم حرشين ومشقين بالماء يعني بالوضو وحتى هذه الجريحة خصوصا للناس اللي كيعيشوا في العربية يعني الله يحسن العوان ولكن هاد الوصفة الى داومتوا عليها وجربتوها غادي تشوفوا النتيجة يعني ارى زوينة زوينة بزيف وصفة البنات كتتستعمل المرة في سيمانة وإلا كان عندكم الوقت ديروا واحدة جوج مرات في سيمانة مهمة لكي كانوا ذلك غير شوية يعني مش ذلك الحروشية اللي كناعرفوا ذلك زميلة كانوا متضرين بزيف ديرها هاد الوصفة جوجد المرات في سيمانة مهمة البنات كيف ما كتشوفوا وصفة اللي سهلة مهلة كل شي عندك يعني المكونات كلهم بساط وكلهم عندك في الدار كيف ما كتشوفوا البنات هاد عندي هنا صابو البلدي كيف ما كتشوفوا برا جاري ولكن نرى اغير حتى ديرها في ديرها في تلاجة البنات كان خليف بوضة كان خليف تلاجة وكي يولي بحال هاك وهنا عندي سكر غلاسي او السكر ناعم كيف ما كيقولوا في البولدار العربية وعندي هاد شامبوان يعني عندي هاد شامبوان في الدار البنات ولكن انتو ما ديروا اي شامبوان عندكم كلهم كي يجو في الوصفة كي يجوز وينين بحال بحال باش ما عندكم البنات قضيوا وهنا عندي خمارة ديال الحلوة وزيت القليسيرين قد نبداول البنات في الوصفة قد ندير وجوج معالق قبار بصابوه البلدي ناعم جوج معالق مكبار البنات وغاد نزيد عليهم جوج معالق قبار معالق كبار ببنات ديال شامبوان غاد نزيد عليهم وحد لما معاية لقاء ديال شامبوان كما قلت لكم اي شامبوان عندكم البنات تعمله بحال بحال سوف نخلط خلط الخالط جيدا ثلاثة بنات هنا الدور الخميرة البنات الخميرة تتبايد حيث تتفاعلنا مع الصابون البلدي و مع الشامبوين هنا يبقى الزيت الجليسيرين الجليسيرين سوف نضغط المعالقة زيت الجليسيرين هنا دوره و ومراه لانه يستطيع ان يرطب لانه يرطب واحد Student والن يجب ان تكون بيض ضروري البنات ضروري زيت الجليسيرين ضروري كل حاجة تكمل كل حاجة تكمل ضروري ضروري وصافة البنات ثم تخلطوا الخلطة تجلبوا واحد لغاية 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 ضروري ضروري لغاية البلاستيك لغاية البلاستيك لغاية البلاستيك سأحرر لغاية البلاستs في البشرة سأتستفد من البشرة كم لغاية البلاستs نمشي من الداخل كم لغاية البلاستs كم لغاية البلايت عدوا بلايج والسلوع ايدي ايدي دخلت لها الليجا ولكن بحلقة الرجلين الرجلين يدخلوا فيها الخلطة من تحت و من الفوق من الرجل كاملة من فوق و من تحت دهنوها مزيان ودروا عليها السلوفين ولا شي ميكا ولا شي حاجة ولبسوا عليها رجليكم تقاشر ايدي الوصفة تستعملوا حتى تكونوا مثالين يعني ما عندكم لاشقال حتى شي حاجة يعني تكونوا قالسين ما عندكم ما يدار عادة باش تديروا هذه الوصفة لبنات باش تستفد منها وخليوها تقريبا شي ساعة في ايديكم قدما خليتوها قدما مزيان يعني كترطب كترطب لكم يعني ايديكم ورجليكم لحد درجة ما كتوصفش يعني زوين زوين بخلطة بزيزة فالبنات غر جاربوا وردوا علي الخبار وصفى البنات كنت تسألوا كيف قلت لكم ساعة أو اللي بغيتو صافي كتغسلوها عادي كتغسلوها بالصابون عادي ما كتحتكم اوالو كتغسلوا يديكم ورجليكم عادي بالصابون ودروري ما ترطبوها البنات بأي مرات طيب عندكم يجب عليك اترطيب مرطب اترطيب مدرسل اترطيب الجلد لوجه اترطيب المرطب اترطيب مرطب الى ما درتوش مرطي برا بحل ما درتوش شي حاجة وصافة البنات ها كانت هادية الوصفة دياللي دياللي يدي اليوم كنتمنى تعجبكم الى عجباتكم البنات ما تنسوش لايك 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 وتعليق واللي ما مشتركش في القناة شترك في القناة يلا البنات هلا وفراسكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اسلام عليكم